تم تأسيس يوم الأمم المتحدة العالمي للطفل في عام 1954 ويحتفل به في العشرين من تشرين الثاني من كل عام لتعزيز الترابط الدولي والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم وتحسين رفاه الأطفال هذا اليوم هام لأنه يوافق تاريخ ذات اليوم عام 1959 عندما اعتمادت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل وهو أيضا تاريخ عام 1989 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل ومنذ عام 1990 يصادف يوم الطفل العالمي الذكرى السنوي لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل ويمكن للأمهات والآباء والمعلمين والممرضين والإطباء والقادة الحكوميين وناشطي المجتمع المدني وشيوخ الدين والمجتمعات المحلية وأصحاب الشركات والإعلاميين وكذلك الشباب والأطفال أنفسهم أن يلعبوا دورا هاما في جعل يوم الطفل العالمي ذا صلة بمجتمعاتهم والأمم ويتيح اليوم العالمي للطفل لكل واحد منه نقطة دخول ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها وترجمتها إلى حوارات وإجراءات ستبني عالما أفضل للأطفال وعلى الصعيد الأردني سعت الحكومات والبرلمانات إلى إقرار التشريعات وتطويرها لتعزيز حماية الطفل بالإضافة إلى تعزيز هذه التشريعات بإجراءات تدعم رفاه الأطفال وحمايتهم ملانعون